تعالوا بقى عند الحاجة التانية والحاجة التانية دي انا عارف ان النهاردة هتبقى مثار جدل في كل البرامج بس من بدري بدري كده هنقول لحضراتكم القصة اللي اتكتبت النهاردة في المصر اليوم الهدف منها ايه عشان الشخص اللي كتب هذا الخبر ده الكتالوج بتاعه وده السيناريو بتاعه ومش هيغير فلسفته ولا هيغير طريق ادارته لتحرير وكتابة اي خبر نهاردة المصر اليوم كتب او اتكتب على موقعه الرسمي وعلى حسابه الرسمي على الفيسبوك ان فيه مصدر في ربطة الاندية قال ان الاهل يتحفظ على رحيل عامر حسين وفي تفاصيل الخبر اللي الاخ يكاتب هذا الكلام بيقول ايه مصدر داخل ربطة الاندية ان ادارة الاهل تحفظت على رحيل عامر حسين من رئاسة لجنة المسابقات وتواصلنا مع الاهل عقب جلسة احمد زياب مع اشرف صبحي وحسين لبيب لمعرفة موقفهم حول امكانية القيام بتعديلات جديدة في جدوى المسابقة ومن بينها مباريات الفريق بص بقى الافتكاسة اللي جاية دي عشان الاخ اللي كاتب الخبر النهاردة قال لي بقى الاهل رفض فكرة اجراء تعديلات عاجلة جديدة كما اعترض على فكرة رحيل عامر حسين قبل نهاية المسم الحالي تبدأت رد عليه تقال له ايه يعني الاخ اللي كاتب الخبر ده ودلوقتي بقى ايه كل ايا كان مين يعني اللي في المعسكر الاخر وفي الجانب الاخر واخدين بقى الخبر ويطيرين بيه هو انت واخد خبر منشور على صفحة ربطة الاندية هو انت واخد خبر منشور على صفحة الاهلي ده خبر مرمي كده وبيقول لك مصدر لما تقول من المصدر خليك صادق مرة واكتب كلام صح ليه؟ لا الاهلي تحفظ على رحيل حد ولا الاهلي تدخل في مسألة وجود حد او عدم وجود حد ولا الاهلي قصة اتخذ رأيه في الموضوع للي الاهلي مش طرف ولا الاهلي ايه علاقة بالازمة انت عندك ازمة بتدخل الاهلي طرف فيها ليه؟ بتنشر كلام غير صحيح ليه؟ لو عندك ما يثبت ان فيه تصريح رسمي من مصدر في ربطة الاندية اطلع اقوله اطلع انشره فيه تسجيل صوتي اقوله فيه ما يثبت ان الاهلي تحفظ على رحيل عامل رحيل عامل حسين اطلع انشره لكن كلام في المطلق كده بروباجان دعال فاضي وخلاص كلام فاضي يعني بس انا ردت ليه؟ لان دلوقتي احنا بنرصد كده الخبر ده بيتشاير هنا وبيتشاير هنا وبيتشاير هنا ده انت الايام الجاية هتشوف مفاجأة ليه مفاجأة؟ مش اعال انت فاصيلها لان لسه مش رسمية عشان اقولها بس الاهلي في وسط المعمعة اللي بتحصل في جدول الدوري دي الاهلي هيبقى ليه موقف في الفترة اللي جاية لان المشهد ده الاهلي حذر منه مرة واثنين وثلاثة وعشرة السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وهو بيكسب الدوري وهو بينافس عالدوري عشان تعرف بس ان الاهلي اساسا مش مشكلته في الاشخاص الاهلي عنده مشكلة انه شايف فيه سيستم غلط بيحصل السيستم ده مين بيديره؟ لما تشوف اللي هيحصل الفترة الجاي هتعرف اللي انت كاتب خبر عاري تماما من الصحة زي اخبار كتيرة سواء على المنتخب او على الاندية او على حاجات كتيرة بنشوفها بقالها سنين يعني ما حدش بيحسب حد طب نروح بالي الملاك